لطالما اتسمت العلاقات المصرية الصومالية بالقوة والمتانة منذ القدم في المجالات كافة وذلك لما تتمتع به القاهرة من حضور بارز في القارة الافريقية بشكل عام وفي منطقة القرن الافريقي على وجه التحديد وفي هذا السياق تنظر مصر الى الصومال باعتباره شريكا استراتيجيا على مستوى مواجهة تحديات منطقة القرن الافريقي انطلاقا من الاهمية الجيوسياسية والاستراتيجية الكبيرة لمقديشيو والعلاقات التاريخية الراصخة التي تجمعها مع القاهرة والتي حظيت بدعم كبير من القيادات السياسية على شتى الاصعدة لقد جهدت العلاقات المصرية الصومالية زخما كبيرا وتطورا هائلا حيث تعد مصر عضوا فاعلا في مجموعة الاقتصاد الدولية التي تعنى بالمشكلة الصومالية وتحرص على المشاركة في جميع الاجتماعات التي تعقبها المجموعة وقد كثفت مصر تحركاتها الدولية خلال السنوات الاخيرة لحجد الدعم للقضية الصومالية وحث القوى الدولية للمساهمة في عادة بناء المؤسسة الوطنية الصومالية زيارات كفيفة ومتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود دعمت العلاقات بين الجانبين ورفعتها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية حيث التقى الرئيسان في محافل دولية كثيرة وقمم عربية متنوعة شهدت توافقا مصريا صوماليا على تعزيز التعاون في المجالات المختلفة أبرزها مكافحة التطرف والإرهاب الذي بذلت مصر جهودا كبيرة من أجل اكتفاث قذوره من المنطقة والتعاون مع التحديات الإنسانية والتنموية الصعبة التي يواجهها الصومال نتيجة موجة الجفاف التي تكتاح البلاد فضلا عن استعداد مصر الدائم لتقديم المساعدات الطبية والغذائية اللازمة لمواجهة تدعيات الأزمة في الصومال دعم مصري دائم لا طالما أكده الرئيس السيسي بإيلاء أهمية كبرى لأمن واستقرار الصومال دعم قدرته على مواجهة التنظيمات الإرهابية كجزء لا يتجزأ من أولويات الأمن القومي المصري ودعم دوره في عملية حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي قوة العلاقات السياسية نعكست تماما على تطور الاقتصادي بين البلدين حيث تعد مشروعات الطاقة والمياه على رأس المجالات التي يمكن أن تشهد تقدما هائلا لا سيما مشروعات خلايا الطاقة الشمسية وتعزيز التعاون في مجال الزراعة وفروة الحيوانية وغيرها من المجالات وارتفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى 67 مليون ونصف المليون دولار خلال عام 2021 مقابل 65 مليون وثمانمائة ألف دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6% لتظل العلاقات بين القاهرة ومقدشو نموذجا حيا على الدور المصري الحيوي فالقارة الصمراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر